وإحنا لسا مكملين مع حضراتكم في أجواء خلينا نسميها التعاقد مع موسماني النهاردة السفير أحمد الفضلي سفرنا في جنوب أفريقيا كان حريص على أنه يهني موسماني بعد تعيينه مدير فني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي خلفا طبعا لريني فييلر السفير الفضلي أكد على التواصل مع موسماني وجهازه المعاون ووداعه طبعا قبل مغادرته مطار جهنسبرج النهاردة كان طبعا في طريق القاهرة زي ما حضراتكم شفتوا كده علشان يبدأ مشواره مع الأهلي بشكل رسمي وقدم له التهنئة على توليه المهمة دي مهمة قيادة الفريق الأول كمدرب من جنوب أفريقيا في مصر أول مدرب أجنابي أفريقي زي ما قلنا بيتولى قيادة الأهلي عبر تاريخه كمان سفرنا في جنوب أفريقيا كان بيؤكد على أنه هذا الاختيار لقيادة الأهلي اختيار موسماني هي دي الترجمة العملية في المجال الرياضي لعمق العلاقة مع الأفرقى وجنوب أفريقيا على وجه التحديد وتعزيز للعلاقات المصرية الجنوب أفريقيا على المستوى الشعبي نظرا لما يتمتع به الأهلي وسانداونز من شعبية كبيرة كمان أعرب عن ثقته في قدرة المدرب موسماني على أداء مهمته بنجاح في ظل أبي الإنجازات الكبيرة يمكن إحنا استعرضناها مع حضراتكم مع فريق سانداونز تحديدا بعد قيادته بالتتويق بدوري أبطال أفريقيا وكاس السوبر الأفريقية وتمنى طبعا له التوفيق في مهمته مع النادي الألي